وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية وضم مليون أسرى إضافية لبرنامج تكافل وكرامة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء كما اجتمع الرئيس السيسي في اجتماع آخر مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافر وكرامة بضم مليون أسر إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية صرف مساعدات استثنائية لتسعة ملايين أسره لمدة ستة شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كاراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة وبواقع مليوني كارتون شهريا بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة نيفين القباج استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليا والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز والسلع التموينية والدعم النقدي المتوسط ودعم برامج الصحة وصناديق التأمينات والمعاشات ودعم الإسكان مشيرة إلى أن إجمالية الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي كما عرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي تطور برنامج تكافل وكرمة على مدار السنوات الست الماضية خاصة ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب من الضعف وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية خاصة الحبوب والغلال والزيوت حيث أوضح السيد وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة سبعة أشهر مؤكدا على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية اشتركوا في القناة